بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بكم أعزائي الطلبة مع درس جديد من دروس الرياضيات لطلاب الصف العاشر ودرس اليوم بعنوان الجيب وجيب التمام ومقلوباتها قبل البدء بتعريف الجيب وجيب التمام لنتعرف على المقابل والمجاور لزاوية حاد ما في مثلث قائم أولاً مقابل الزاوية الحاد في المثلث القائم لدينا في المثلث المجاور مثلث قائم ألف باء جيم قائم الزاوية في جيم إن مقابل الزاوية ألف هو الضلع باء جيم ومقابل الزاوية باء بالمثل هو الضلع ألف جيم ثانياً مجاور الزاوية الحاد في المثلث القائم في هذا المثلث القائم في جيم أيضاً مجاور الزاوية الحاد ألف هو الضلع ألف جيم ومجاور الزاوية الحاد باء هو الضلع باء جيم انتبه أن الضلع ألف باء في كل المثلثين هو وطر هذا المثلث القائم ودائماً الوطر في المثلث القائم هو الضلع المقابل للزاوية القائمة دائماً عند الحديث عن المقابل والمجاور في المثلث القائم نتحدث عن الزاوية الحادة وليس الزاوية القائمة الآن لننتقل إلى تعريف جيب الزاوية في مثلث قائم الزاوية إن نسبة طول الضلع المقابل لزاوية حاد دماء إلى طول وطر هذا المثلث القائم يعرف بجيب الزاوية ونرمز له بالرمز جا أول حرف من كلمة جيب هو الحرف جيم ومن كلمة الزاوية هو الحرف ألف وبالإنجليزية نستخدم سايم فنقول أن جيب الزاوية يساوي طول الضلع المقابل على طول الوطر أو اختصارا المقابل على الوطر في هذا الشكل المقابل لدينا مثلث قائم ألف باجيم قائم الزاوية في جيم إن جيب الزاوية الحادة ألف يساوي المقابل لهذه الزاوية وهو الضلع باجيم على طول الوطر وبالتالي نكتب جا ألف يساوي باجيم على ألف باء وبالمثل فإن جيب الزاوية باء يساوي مقابل هذه الزاوية على الوطر وبالتالي نكتب جاب يساوي ألف جيم على ألف ب في هذا التمرين لدينا في هذا الشكل المجاور مثلث سين صاد عين أطوال أضلاعه معلومة المطلوب أولا أثبت أن هذا المثلث قائم الزاوية في صاد ثم أوجد جيب الزاوية سين وجيب الزاوية عين من أجل إثبات أن هذا المثلث قائم الزاوية سنستخدم عكس علاقة في ثغرث لنوجد مجموع مربعي طولي الضلعين الصغيرين وهما سين صاد وصاد عين فنكتب مربع صاد سين زاد مربع صاد عين والتي تساوي 5 للتربيع زاد 12 للتربيع تساوي 25 زاد 144 إذن صاد سين تربيع زاد صاد عين تربيع يساوي 169 الآن لنقوم بحساب مربع طول الضلع الكبير وهو سين عين فنكتب مربع سين عين يساوي بالتعويض طبعا سين عين 13 نحصل على 13 للتربيع وتساوي 169 بما أن مجموع مربعي الضلعين سين صاد وصاد عين يساوي مربع طول الضلع الثالث سين عين إذن هذا المثلث قائم الزاوية في صاد ووتره هو الضلع سين عين في الطلب الثاني المطلوب حساب جيب الزاوية سين جيب الزاوية يساوي طول الضلع المقابل على طول الوتر مقابل الزاوية سين هو الضلع صاد عين والوتر هو سين عين إذن جاسين يساوي صاد عين على سين عين وبالتعويض نحصل على جاسين يساوي 12 على 13 بالمثل جيب الزاوية عين يساوي مقابل الزاوية عين وهو الضلع صاد سين على الوتر وهو سين عين وبالتعويض نحصل على جا عين أي جيب الزاوية عين يساوي 5 على 13 ثانيا جيب تمام الزاوي في المثلث القائم أن نسبة طول الضلع المجاور لهذه الزاوية على طول الوتر يسمى جيب تمام الزاوي ويرمز له بالرمز جتة أول حرف من كل كلمة وبالإنجليزية كوساين فبالتالي نكتب جيب تمام الزاوية يساوي طول الضلع المجاور على طول الوتر واختصارا المجاور على الوتر في هذا الشكل المقابل ألف با جيم وثلث قائم الزاوية في با الضلع المجاور للزاوية ألف هو ألف با والضلع المجاور للزاوية الحد جيم هو با جيم وبالتالي جيب تمام الزاوية ألف أي جتة ألف يساوي مجاور ألف على الوتر إذن ألف با على ألف جيم وجيب تمام الزاوية جيم يساوي مجاور الزاوية جيم وهو با جيم على طول الوتر ألف جيم إذن نكتب جتة جيم يساوي با جيم على ألف جيم في هذا التمرين لدينا مثلث لام ميم نون قائم الزاوية في ميم طولي الضلعين لام ميم ولام نون معروفين ومعلومين المطلوب أوجد أولا طول الضلع ميم نون ثم أوجد جتة نون وجتلة بما أن المثلث قائم ولدينا ضلعين معلومين نستطيع إيجاب طول الضلع الثالث استخدام فيثاغورث فنقول مربع طول الضلع ميم نون يساوي مربع طول الوتر ناقص مربع طول الضلع لام ميم إذن بما أن المجهول هو ضلع قائم نستخدم علاقة فيثاغورث بالطرح بالتعويض ميم نون تربيعي يساوي 25 للتربيع ناقص 7 تربيع وتساوي 576 بجذر الطرفين نحصل على طول ميم نون والذي يساوي 24 سنتيمتر في الطلب الثاني جتة نون يساوي المجاور على الوتر مجاور الزاوية نون هو الضلع ميم نون والوتر هو نون لام وبالتالي نكتب جتة نون يساوي نون ميم على نون لام ويساوي 24 على 25 ولإيجاد جتة لام مجاور الزاوية لام هو الضلع لام ميم والوتر هو نون لام إذن جتة لام يساوي لام ميم على نون لام ويساوي 7 على 25 ثالثا مقلوبات الجيب وجيب التمام مقلوب الجيب ومقلوب جيب التمام إن مقلوب جيب التمام مقلوب الجتة هو واحد على جتة وندعوه قاطع الزاوية ألف نرمز له بالرمز قا ألف أول حرفين من كلمة قاطع الزاوية وبالانجليزية سيكند فنكتب قاطع الزاوية ألف قا ألف يساوي مقلوب الجتة أي واحد على جتة علماً طبعاً أن المقام وهو جتة ألف لا يساوي الصفر وباستخدام الضرب التقاطعي نستطيع كتابة قا ألف ضرب جتة ألف يساوي الواحد وبالمثل فإن مقلوب جيب الزاوية ألف هو واحد على جا ألف يسمى قاطع تمام الزاوية ألف ويرمز له بالرمز قا ألف وبالانجليزية كوسيكند فنكتب قا ألف يساوي واحد على جا ألف علماً أن الجا جا الألف لا يساوي الصفر هنا وبضرب الطرفين باستخدام الضرب التقاطعي نحصل على قا ألف ضرب جا ألف يساوي الواحد في هذا التمرين لدينا مثلث قائم الزاوية ألف با جيم قائم في جيم أطوال أضلع هذا المثلث معلومة والمطلوب أوجد جا ألف قتة ألف وجتة ألف وقا ألف لنبدأ بإيجاد جا ألف يساوي المقابل على الوتر مقابل الزاوية ألف هو الضرباء جيم والوتر ألف با إذن جا ألف يساوي با جيم على ألف با وبالتعويض نحصل على جا ألف يساوي ثلاثة على خمسة لإيجاد قتة ألف قتة ألف هو مقلوب الجا أي واحد على جا بالتعويض الجا بثلاثة على خمسة نحصل على واحد على ثلاثة على خمسة والتي تساوي خمسة على ثلاثة ونستطيع القول أن القتة هو مقلوب الجا وباعتبار الجا هي ثلاثة على خمسة فالقطة هو مقلوب الثلاثة على خمسة وهو خمسة على ثلاثة لإيجاد جيب تمام الزاوية ألف جتا ألف هو المجاور على الوتر ومجاور الزاوية ألف هو الضلع ألف جيم والوتر ألف باء إذن جتا ألف هو ألف جيم على ألف باء بالتعويض نحصل على جتا ألف تساوي أربعة على خمسة قا ألف هو مقلوب الجتا أي واحد على جتا ألف وبما أن جتا ألف أربعة على خمسة هذا يعني أن قا ألف هي مقلوب الأربع على خمسة وتساوي خمسة على أربع في هذا التمرين لدينا مثلث قائم الزاوية فيه قياس إحدى الزوايا الحادة 35 درجة وطول وتره 20 سنتيمتر والمطلوب إيجاد طول الضلع القائم المقابل لهذه الزاوية لأقرب جزء من عشرة لنبدأ بمعطيات هذه المسألة لاحظ لدينا قياس زاوية حادة معلوم ولدينا طول الوتر أيضا معلوم والمطلوب حساب طول الضلع المقابل لهذا الوتر هنا لدينا ثلاثة عناصر ضلعان وزاوية الضلعان هما المقابل والوتر العلاقة التي تربط بين الزاوية والمقابل والوتر بين هذه العناصر الثلاثة هي علاقة الجيب وبالتالي سنستخدم قانون جيب الزاوية والذي يساوي المقابل على الوتر بالتعويض جاء الزاوية وهي 35 درجة يساوي طول الضلع المقابل لهذه الزاوية سين تقسيم الوتر وهو 20 أصبح لدينا جاء 35 درجة يساوي 20 على 20 لإيجاد قيمة سين سنستخدم خاصية الضرب التقاطع فنكتب سين يساوي 20 ضرب جاء 35 درجة والتي تساوي تقريبا وباستخدام العلية الحاسبة تساوي 11.5 من 10 سنتيمتر لاحظ استخدام جيب الزاوية في العلية الحاسبة نضغط على زر الساين ثم ندخل الزاوية 35 ولا ننسى رمز الدرجات تمرين آخر في هذا التمرين لدينا مثلث قائم الزاوية فيه قياس زاوية حادة معلوم يساوي 56 درجة طول الضلع المجاور لهذه الزاوية أيضا معلومة يساوي 10 سنتيمتر والمطلوب حساب طول الوتر سين لأقرب جزء من 10 لنبدأ بمعطيات هذه المسألة لدينا زاوية معلومة قياسها معلوم وطول الضلع المجاور لهذه الزاوية أيضا معلوم والمطلوب حساب طول الوتر العلاقة التي تربط بين هذه العناصر الزاوية والمجاور والوتار هي علاقة جيب التمام لذلك سنستخدم جيب تمام الزاوية يساوي المجاور على الوتار فنكتب جتة الزاوية جتة 56 درجة يساوي المجاور 10 سنتيمتر على الوتار سين ولإيجاد قيمة سين نستخدم خاصية ضر التقاطع فنكتب سين يساوي 10 تقسيم جتة 56 باستخدام الآلة الحاسبة انتبه الكوساين أو الجتة هو الزر سي او اس كوساين الموجود في الآلة الحاسبة سنكتب 10 على كوساين 56 درجة ولا تنسى أن تكون الزاوية بالقياس الستيني أن تكون أيضا الآلة الحاسبة موضوع على القياس الستيني ونضع الواحدة وهي الدرجات هنا فوق الزاوية 56 فنكتب 10 على كوساين 56 درجة والتي تساوي تقريبا هنا 17.9 زاوية من 10 سنتيمتر في فقرة الأسئلة الموضوعية المطلوب اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المخترحة للسؤال التالي لدينا في هذا الشكل المقابل سين عين صاد مثلث قائم الزاوية في عين أطوال أضلع هذا المثلث معلومة خمسة واثنى عشر وثلاثة عشر والمطلوب جتا تربية سين زائد جا تربية سين تساوي كم؟ سالب واحد أم صفر أم واحد أم ستة من عشر إن جيب الزاوية سين يساوي طول الضلع المقابل على طول الوتر أي خمسة على ثلاثة عشر وجيب تمام هذه الزاوية يساوي طول المجاور اثنى عشر على طول الوتر ثلاثة عشر يمكن استخدام الآلة الحاسبة والقيام بهذه العملية الحسابية جا تربية زائد جا تربية أي خمسة على ثلاثة عشر للتربية زائد اثنى عشر على ثلاثة عشر للتربية سنجد أنها تساوي فعلا إلى الواحد إذن الإجابة الصحيحة هي الإجابة جيب إلى هنا نكون قد انتهينا من حلقة اليوم نتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه الحلقة وإلى لقاء آخر من حلقات دروس الرياضيات للصف العاشر موسيقى